اهلا بكم من جديد عزيزي المشاهدين مع ضمان تأهل فريق اللايبزيغ الألماني لمسابقة شامبينز ليغ وفريق الرادبول سالسبورغ النمسوي العائد لنفس المالك إلى المسابقة ذاتها بدأ الحديث عن خيارات اليويفا للتعامل مع هذه القضية التفاصيل في التقرير التالي معضلة اليويفا والشامبينز ليغ اسمها ريدبول فالعلامة التجارية لمشروبات الطاقة تمتلك ناديين تأهلا لمسابقة الشامبينز ليغ العام المقبل النادي الأول هو لايبزيغ حصان البوندس ليغ الأسود الذي ضمن تأهله بحلوله ثانيا في الدور الألماني والثاني هو فريق ريدبول سالسبورغ النمسوي الذي تووج بلقب الدور المحلي قبل ثلاث جولات من النهاية قوانين اليويفا تشير صراحة إلى أنه يمنع على مالك سواء كان شخصا أو شركة أن يمتلك أكثر من ناد في المسابقة الأوروبية الأغلى سالسبورغ هو صاحب المقعد النمسوي الوحيد في المسابقة من خلال دور التصفيات في حين في ألمانيا لايبزيغ رفقت فريقين آخرين سيمثلون ألمانيا مباشرة في دور المجموعات سالسبورغ النمسوي يعتقد أن اليويفا ستسمح للفريقين بالمشاركة الموسم المقبل لكن هناك من يرى أن قرارا كهذا نسبته تنحصر بخمسين بالمئة فقط لكن ماذا لو قررت اليويفا منع أحدهما؟ فمن ستختار الشركة كابشا للفداء؟ والأهم من ذلك أن قرارا كهذا سيفتح الباب أمام آخرين لتملك أكثر من ناد للمشاركة في المسابقة وهو ما سيدخل اليويفا في مواجهة مع الفيفا وقوانينها اليويفا حتى الآن اكتفت بالتعليق على أنها ستدرس القضية الشهر المقبل بعد أن تزدل جميع الدوريات الأوروبية الستارة على مبارياتها نشاهد ترتيب الناديين بتأكيد في الدوريات الأوروبية إن كان في البوندس ليجا أو في الدوري النمسوي لايبزيك يقبع في المركز الثاني وتأهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وفي الدوري النمسوي ريد بول سارسبورغ وهو بطل متوج للمسابقة هناك وتأهل معا إلى الشامبينز ليج إذن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يواجه هذه الأيام مشكلة غير مسبوقة للحديث أكثر نضم إلينا من جديد من دبي محمد عواد لعلام الرياضي محمد نتحدث عن مشكلة لم يواجهها من قبل الاتحاد الأوروبي كيف من الممكن أن يتعامل مع هذه المشكلة هل من الممكن استبعاد فريق على آخر أم من الممكن أن يكون هناك استثناء للفريقين ريد بول عندما اشترى لايبزيك كان يعرف أن هذه المشكلة ستأتي لأن مشروع لايبزيك كان مشروعا طموحا مشروع يذهب إلى دور الأبطال بالنهاية وبالتالي هو يعرف أنه سيطر على النمسا وسيبني ريد بول ما فعله ريد بول كان هو الذي أحرج الويفا أكثر أنه في عام 2015 بدأ بالفصل بين ريد بول سارسبورغ وبين لايبزيك بحيث أن لايبزيك أصبح هو نادي ريد بول المدارد مباشرة من ريد بول في حين حول لسارسبورغ إلى كأنه نادي ريد بول بالنسبة له هو مجرد راعي وتحمل الإسم التجاري فالشخصيات وأصحاب القرار أصبحوا موجودين في ألمانيا وليسوا في النمسا وبالتالي هذا كان قرارا صعبا جدا الأحرج الاتحاد الأوروبي لأن المسألة الآن هم يجادلون بأن صاحب القرار مختلف صاحب القرار في النمسا إدارة رياضية وصاحب القرار في ألمانيا هي إدارة ريد بول المالكة وبالتالي هنا ليس هناك تداخل بالقرارات ليس هناك تداخل بالملكية حتى وبالتالي هذا المسألة مسألة محرجة أن الجميع يعرف أن هذه أندية ريد بول مهما حاول ريد بول أن يفعل لكن بالأوراق وبالتوثيق وبكل إجراءاتهم منذ عام 2015 وقبل المشاركة بالدور الألماني يعني كان هناك شيء محسوب من قبل موسم تم تغيير كل شيء الحرج أمام الاتحاد الأوروبي أنه لو سمح بذلك أن تمر الجميع قادر أن يفعل هذا الأمر جميع أي شخص يملك شركة قادر أن يشتري نادي هولندي ويشتري نادي بلجيكي ويحوله لنادي قوي جدا ويذهب به لدور الأبطال وقبل موسم من مشاركته بالدوري يقوم بالفصل الإداري ونحن نعرف أن هذه مجرد إجراءات رمما تكون ورقية أو فقط لا أكثر وبالتالي الاتحاد الأوروبي أمام خيار صعب أمام قرار صعب ولكن ماذا إذا لو كان على الاتحاد الأوروبي أن يقصي أحد الفريقين هل سيختار البطل أم صاحب المركز الثاني أم أنه ليس له الحق أساسا في استبعاد أحد الفريقين أنا أميل بأنه قانونيا موقف ريدبول بشكل عام أصبح قانونيا الآن أصبح موقف شرعي جدا لا يهم ما يقوله الناس لكن المهم ما يحدث بالأوراق القانونية الآن وبإمكان الاتحاد الأوروبي أن يحقق ويرسل المفتشين وكما يريد لكن أعتقد أنه بالنهاية أنا أميل أنه سيوافق على الاثنين لكن لو قرر الاتحاد الأوروبي أن يحرم أحدهما ربما سيكون القرار يعود مباشرة إلى ريدبول ولكن المشكلة الآن أنه ماذا لو لعب ريدبول سارسبورغ بدور الأوروبي ولعب لايفزيك بالدور الأبطال ثم ذهب إلى الدور الأوروبي الآن دخلنا بنفس المشكلة إثنين بنفس البطولة وبالتالي ميزت دور الأبطال أنه مجموعات وأعتقد أنهم لن يلعبوا مع بعض لن يلعبوا بنفس المجموعة مع بعضهم وبالتالي ليس هناك تداخل ليس هناك أي تضارب مصالح في الموضوع نعم إذا جاء ريدبول سارسبورغ وليفزيك بنفس المجموعة هناك شك لكن منهم بعيدين يجب أن يبتحدوا إذا كانت المسألة من يمول سيفتح على الاتحاد الأوروبي أبواب جهنم في المستقبل لأن الآن مسألة رعاية القمصان سواء الشركات التجارية التي يكتب اسمها أو الشركات المصنعة أصبحت تشكل 30 أو 35% من دخل النادي وبالتالي لماذا لا نقول لو تلتقي فريقين من نفس الشركة المصنعة أن يكون هناك تنسيق بينهما لأن الشركات التجارية متأهلان وبالتالي ستفتح أبواب الجحيم على الاتحاد الأوروبي سيبدأ الجميع بمقاضاتهم على شركات البث والشركات الراعية إذا كانت المسألة من أين يأتي المال لكن المسألة ليست كذلك أبدا المسألة من يدير هذا النادي ومن يدير هذا النادي رغم أن المعطيات تؤكد أن لايبزيك لو أتيح له الخيار ستختار لايبزيك وليس سارسبورغ لأنهم يأخذون الآن أفضل اللاعبين من سارسبورغ ويرسلونهم إلى لايبزيك مثل كيتا وعادة لعبين وبالتالي هم يفضلون المشروع الألماني على المشروع النمساوي لأن هناك المال وهناك فرصة التطور ورفع قيمة اللاعبين وبيعهم وحصد الأرباح لكن كما قلت الاتحاد الأوروبي موقف حرج لأن الأوراق تقول كل شيء قانوني لكن أرض الواقع تقول أن ريدبول سارسبورغ وليبزيك يتبادانا لللاعبين كأنهم فريقا واحدا طيب هل من ممكن من الاتحاد الأوروبي تفاذيا لمشاكل مستقبلية أن يوافق من الآن على تواجد الفريقين بما أن الصعود لبطولة الشامبينز ديك كان بصورة قانونية وشارك بالدوري الفلاني وتأهلك ثاني الترتيب والفريق الآخر تصدر المسابقة وتوجه باللقب إذن المشاركة رسمية وقانونية ولكن هل من الممكن أن يطلب الاتحاد الأوروبي من تغيير الداعم أو السبونسور المتواجد على قمصان الفرق حتى لا يكون هناك تضارب مصالح أيضا مستقبلية في البطولة بالنهاية ريدبولت سالسبورغ عندما يلعب بالدور الأبطال يسمى سالسبورغ وليس ريدبولت سالسبورغ يمنعون هذا الاسم التجاري تماما حتى لايبزيك أجبر أكثر مرة على تغيير اسمه وبالتالي المسألة الآن أنا أعتقد أنه سيميل للقول إلعبه لكنه سيراقب الوضع أكثر سيراقب ويفتش وسيكون هناك ربما اتفاقيات واضحة بأن لا يكون أي تداخل بالقرارات المشكلة الآن ماذا لو بعد عامين جاء مستثمرين صينيين مثلا واشتروا ثلاثة أندية وأهلوا ثلاثة أندية لدور الأبطال هنا تصبح المشكلة الأكبر أن تستحول البطولة إلى 32 نادي منهم ربما 16 فريق عريق و16 فريق يملكهم 4 أو 5 أشخاص وهذه هي المعضلة التي ممكن أن تحدث لكن كما قلت الشيء الجيد بدور الأبطال أنه مجموعات توزع ردبول سارسبو مجموعة لعيفزيك مجموعة وتمر هذه المرة حتى يجد الاتحاد الأوروبي ربما مخرجا أخلاقيا وقانونيا للأعوام المقبلة لأنه واضح جدا أن ردبول عندما بدأ هذا الموسم كانوا محضرين نفسهم تماما وهذا ما يتكلمون به الآن هم يتكلمون عن إدارتين مستقلتين لا يتكلمون مع بعض والموضوع احترافي والأوراق موثقة وبالتالي هم كانوا جاهزين لهذا اليوم قبل أن تفتحوا وسائل الإعلام وتتكلم عنه وقبل أن يصبح يوما حقيقيا للاتحاد الأوروبي طيب برأيك لو جرت القرعة ووضعت الأسماء الفرق التي ستتأهل بالتأكيد وستوضع في مجموعة واحدة هل من الممكن أو هل هو قانوني أن يأخذ الاتحاد الأوروبي الفريقين ويبعدهما عن بعض أم أن القرعة ستجري كما هي يعني ومن الممكن أن يقع في نفس المجموعة الآن يجب أن ننتظر جميع المتأهلين لنرى مستويات الفرق فلو جاءوا بمستويين مختلفين معناها قد يقعان مع بعضهم في نفس المجموعة لو قال الاتحاد الأوروبي أنه سيبعدهما كأنه يعترف أنهما لنفس المالك وبالتالي هو يضع نفسه موقف محرج ولن يفعل ذلك سيجعل الأمور طبيعية خلص يعني يجب على الناس أن تتقبل أن ريدبول سارسبورغ وليبزيك يلعبان دور الأبطال كأي نادي لأنهما صحيح ربما الأب الروحي لهما واحد لكنهما ناديان مختلفان ويجب أن يتوقف هذا الكلام يعني بهذه الطريقة ويستطيع الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر أن يحتوي الموضوع إعلاميا لأنه لدي علاقات قوية مع وسائل الإعلام المهمة والمؤثرة في العالم وبالتالي سيحتوي الأمر لكن أكيد لن يستمعدهما عن بعض لن يقول أنه لن يلعب مع بعض ولكنها قرعة وفرصة أن يلعب مع بعض قليلة جدا فعلا بالنهاية من دبي الأعلام الرياضي محمد عواد شكرا جزيلا لك وأنتم أيضا مشاهدين لا تذهبوا بعيدا في الفقرة المقبلة سنذهب إلى البحرين وكونغرس الفيثة ترجمة نانسي قنقر